التركية البداية مع صحيفة أكشام وخبر تناولت فيه عبر صفحتها الرئيسية تفاصيل حول السيارة الكهربائية التركية محلية الصنع توق تقول إن خدمة شحن السيارة ستكون متوفرة في عدد كبير من محطات الوقود حيث عقدت الشركة المصنعة اتفاقية مع شركة شيل بريطانية لتوفير خدمة شحن للسيارة في أكثر من أربعمائة من محطاتها الموزعة على إحدى وثمانين ولاية تركية وإلى صحيفة ديلي نيوز والتي تناولت خبرا عن وقف في إسطنبول وقف ديني قام بإنشاء تطبيق اسمه تشيك فيل يتيح لمستخدميه عند زيارة الأماكن والمباني الأثرية بالولايات التركية يتيح لهم التعبير عن رأيهم من خلال الإفصاح عن مشاعرهم التي غمرتهم عند زيارة هذه الأماكن للمرة الأولى فعلى سبيل المثال قام زوار معلم برج الفتاة بوصفه بالمكان الأكثر رومانسية في حين رأى زوار مسجد أيوب سلطان بأنه المكان الأكثر روحانية في المدينة وكان شارع استقلال في منطقة تقسيم الأكثر بهجة وحياة في المدينة وإلى صحيفة ييني أصر ونقرأ قصة عن مواطن تركي اسمه ألب آرن ولد بدون أذنين خضع لعملية جراحية بعد حملة مساعدات لزرع أذن صناعية ألب جرب الشعور الشعور السمع للمرة الأولى في حياته وأول صوت سمعه كان صوت والدته ليسألها للمرة الأولى بلغة الإشارة أمي هل للزهور صوت؟ سؤال شعري الختام من صحيفة ييني بيرلك ومع خبر عن دعوات تطالب باستقالة الممثل السامي لاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل بسبب وصفه العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه مجرد غابة لا قيمة لبقائها الصحيفة قالت إن العديد من السياسيين الأوربيين يرون أن بوريل كان عنصريا في تعليقه ويجب عليه الاستقالة رغم اعتذاره المتأخر ترجمة نانسي قنقر